اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من بنامجكم ايادة الصحة النهاردة بيشرفني بالحضور الأستاذ الدكتور عامر نصر أستاذ استشاري جراحة الاوعيات دموية والجراحة العامة والسنة المفرطة ان شاء الله النهاردة حضراتكم هنتكلم معكم في موضوع بياموس قطاع كبير من الناس وهو مرض البول السكري أو ما هو معروف بمرض السكر النهاردة هنتناقش في جزئية معينة أو نوع من أحد مضعفات أو من أخطر وأهم مضعفات مرض السكر وهو موضوع القدم السكري وده طبعا هنتكلم معنا بالتفصيل النهاردة إن شاء الله مع دكتور عامر عن أسبابه وطرق الوقاية وطرق التعامل معاه بداية دكتور عامر أحب يعني أرحب بحضرك معنا في حضر المجل نهاردة إن شاء الله عايز أسأل حضرتك دلوقتي أنا في القطاية بتحرك لفت نظري استشاري السنة المفرطة إيه علاقة السنة المفرطة بمرض السكر يعني؟ طبعا أنا برحب أستاذ المشاهدين وبقولهم كل سنة وهما طيبين بمناسبة البرد الجديد والبرد الشديد دوان وطبعا أنا يمكن ليه كومنت تعليق بسيط جدا أوي مريض السكر إزاي هيتعايش مع البرد الجامد دوان هنتكلم عليه عشان خاطر طبعا هو بيعملين مشاكل كتير جدا أوي مرض السكر من ضمن المشاكل بتاعتهم إن الرجل مفيش إحساس فيها عدم إحساس الرجل دوان بيخلي المريض يحط رجله في مية سخنة بيحط رجله قدام الدفاية كل دوان عشان يتخلص من البرد هو مش حاسس وفي النهاية بنلاقي الرجل بتتحرق بيجينا الرجل فعلا محروقة بممكن درجة تانية درجة تالتة حسب بقى ما السخنية والنار دي بتصل لدرجات اللحم والعضم اللي موجودة في الرجلين يبتدي يحس يلاقي رجليه تشوت وخلاص وشكرا على كده وبنخش في مشاكل كتير إحنا بس بنقول لهم خلوا بالكو بس نلبس بس شراب آآ صوف أو شراب قطن يدف الرجل كويس جدا والتدفية بتاعة المكان تبقى من بعيد لبعيد لكن علشان خاطر إحنا نقرب الرجل جامد عشان تعملينا المشاكل دي لا طبعا طبعا بالإضافة إن إحنا نشرب مية كتير سوال كتير جدا قوي 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 بإنه طبعا إحنا ما عندناش علق وبالتالي البول قليل فإحنا عايزين نشغل الكلة بتاعة مريض السكر الحاجتين دول مهمين جدا 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 هنتكلم في بقية الحاجات دي بعد ما نجاوب على سؤال الدكتور علي اللي هو السمنة المفرطة وعلاقتها بالسكر السمنة المفرطة إحنا النهاردة لو جينا ماشيين في الشارع جبنا مجموعة كده بأيدينا 100 فرد تخين بدناء وعاعدنا نعمل لهم نشيك عليهم على مين عنده سكر ومين من عنديش سكر هنلاقي حوالي 60% عندهم سكر أوريدي الثلاثين أو الخمسة وتلاثين في المية التانين دول بوردر لين يعني هوا بين البنين الخمسة في المية اللي باقيين دول اللي هم ودي إحصائيات أنا عملتها وإحصائيات يعني عالمية موجودة في البلاد اللي هي فيها ناس اللي هو بلاد العربية بالإضافة يعني أمريكا ديا كل ألف واحد في عندهم أكتر من 850 واحد عندهم سكر وباستثناء البلاد اللي هي البرازيل طبعا فيها بدناء كتير جدا بس عندهم نسبة الحرق عندهم أكتر من عندنا وأكتر من دول العربية يعني ما بيستخدموش رموت كنترول ما بيستخدموش التكييف ما بيستخدموش العربيات كتير لأن ما عندهمش الرفاهيات اللي احنا موجودة عندنا لكن احنا عندنا للأسف الشديد أنت بتحرك التلفزيون بالرموت كنترول المروحة بالرموت كنترول كل حاجة عندك بالرموت كنترول يا دوبك بس المجود اللي أنت بتعمله بس أنت تقوم تخش الحمام بس فقط لغير لكن تعالي النهاردة قل للست البيت تعالي امشيك تعالي وديك تعالي صلي حتى في الجامع تقولك انا مش قادرة لكن في اي حاجة تانية تبقى قادرة تعالي بس لرقاي مجرد ان هي تعمل التمرين بتاع التانية والفرد والركوع والسجود دي عشان تبقى فيه ليونة كل دون هي ما بتحرقش فبالتالي كل دون بيترصب عندنا الوسط برودكت اللي المفروضة هي تخرج بسهولة ويبقى فيه حرق وكل دا ما بيخرجش فبالتالي طبعا بتتراكم الدهون والدهون عندنا بتخش لنا فيه قصة تانية خالص انها معظم الدهون عندنا بتتحول الى سكريات ودي معلومة طبعا كتير من الناس جدا بيجهلها فعشان كده احنا بنقول الحرق مهم جدا قوي 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 عشان ما نقعشي تحت طائرة فيه ناس كتير قوي تخان اللي هم استمنى المفرطة عندهم سكر احنا بمجرد ان احنا بنتحكم في التخل دوا عن طريق اي طريق احنا بنعمله سواء قص المعدة سواء البيباس سواء البالون سواء ريجيم معين سواء سواء اي طريقة من الطرق دي بتلاقي يقول لك انا كنت باخد انسولين ما بقيتش ياخد كنت باخد مش عارف ادوية للسكر ما بقيتش ياخد فبالتالي طبعا يعني السمنى المفرطة دي من ضمن المشاكل اللي هي هي او اللي هي تعتبر كي جي وان في السكر في مكافحة السكر اي 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 اعا طب حضر دلوقتي يعني نقدر نقول مثلا مثلا فيرستيب او الخطوة الاولى في مكافحة مرض السكر هي مكافحة السمنى السمنى الاطفال في المدارس انت بتلاقي اطفال يعني ايه بتلاقي مثلا ايه اولى ابتدائي بتبسلو كده بتسألو بتقولو انت في رمعة ابتدائي ولا في خمسة ابتدائي يعني ناقص عليك تقولو انت دخلت الجامعة ولا لا وبتاع الاعدادية نفس القصة تلاقي ايه اجسام وكتاف وصدروق وصدور وفخاد حاجة غريبة قوي بايه ده بايه ده نتيجة ايه نتيجة الفاست فود الاكلات السريعة بيبقى احنا في الشتا اللي احنا عادينا فيه دون احسن حاجة تمسك الموبايل تدور تك 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 وهتلى 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 وتقعد تاكل قدام التلفزيون وبعد ما تاكل تنام وتقوم الساعة كم بقى كله بينام بيقوم الساعة كم اه يوم بعد العصر يوم بعد المغرب ممكن يقوم بالليل وهكذا فما فيش حر يقوم مش قادر لاياكل ولا قادر يشرب ولا ده ولا ده ولا ده في ان التلات وجبات اللي المفروض هو يقوله ويحلف لك يقول لك والله وبالأيمانات كلها. أنا ما باكلش اللي هي واجبة واحدة يا دكتور. والتخني ده. الله يبقى الملايكة بتنزل من فوق تردعك ما ينفعش. لابد ان احنا نتحكم. لابد التلات واجبات. فطار غدا عشر. عايز اقول لكم من ضمن الحاجات اللي هي. الاسباب الاساسية اللي انتشار مرض السكر في مصر وفي دول العربية. انهم متأخر لحد الساعة 12 وحد الساعة واحدة الدهر. ستات البيوت ما تفصحاش الا بعد الساعة اتناشر الدهر وساعة واحدة. انا ببتكلمش طبعا على الستات اللي هي بتنزل تشتغل. كان الله فوقها. الستة اللي بتشتغل طبعا بتيجي. من المغرب بتنام بتصحى الساعة ستة الصبح تروح الشغل بتاعها اه بتصحى على كد اشها. لكن تعالي انت الطبقة اللي هي مرفهة. اللي هي عايزة طول الليل سهرانة وتاكل وتشرب وتتفرج على التلفزيون. والصبح طبعا لحد ساعة واحدة الدهر طبعا نايمة. اه اه هتحرق فين? هتشوف الشمس بنين? احنا عندنا يعني في قاعدة كده بتقولك ان لو الشمس عدت عليك وانت ما شفتهاش لمدة اسبوع خلاص ده اكتئاب. وبيتخش في مرض نفسي. دي الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا وحرم ناس كتير جدا منها. يعني انت في انجلترا وفي امريكا اليوم اللي هيبقى مشمس بكرة بيروحوا منزلين رسائل في الموبايلات ورسائل في الازاع وفي التلفزيون. بكرة مشمس. تبص تلاقي الناس الدنيا كلها نايمة في الشوارع. اللي بيدهن اه دهانات واللي عريان واللي واشنة. ده مجرد بس ايه? ساعة واحدة شمس. لكن احنا ما شاء الله يعني الشمس عندنا يوميا وساطعة واخر حدوة. وللأسف شديد احنا بنظلمها وبنحط ستاير عشان ما نشوفش الشمس. عشان يبقى ليلنا نهار ونهارنا ليل. تمام. طيب دكتور عامل دلوقتي اه يعني اه نفع من كلام حضرتك ان الناس او الناس او الناس او البنائنا. العداد والتقاريد السيئة هي التي ادت الى. يعني الانسان المليان اللي بيكون مليان في الجسم مسلا وزنه تقيل. اه. ده بيبعرض اكتر. ايوه. ايوه. طيب. العكس بقى يعني نفع من كلام حضرتك ان العكس لو الانسان رياضي او بيحرق بشكل منتظم. مش حسن الرياضي بيلعب برياضة معينة او بيلعب بكورة مسلا او كده. لا اه بمتحرك على طول بيحرق مواظب على اه اه او الوجبات اللي هي الاعدادات الغذائية السليمة بينام كويس. اه. بينام كويس. ياكل كويس. وبيحرق كويس. ده بيبقى لعرضة للاصابة بمرض السيئة. بكتير. طيب. ده بيستثناء بقى الحالات اللي هي الوراثية والحالات اللي فيها جينات وكرومزومات للسكر وكلام استثنائية يعني. مش واسعة الانتشار في الحدوث يعني. طيب دلوقتي بقى ندخل عن موضوع بتاعنا اللي هو انوان الحلقة النهاردة ان شاء الله اللي هو موضوع القدم السكري. اه. عايزين نعرف يعني ايه تعريف قدم سكري. يعني ايه مريض عنده قدم سكري. اه ايه اسباب حدوث هذا الشاكل من اشكال المضاعفات. وطرق المكافحة وطرق العلاج فيه ان شاء الله. وبرضه عزين نعرف نبزة كده حضرتك. ازاي المريض دي قدر يميز كان هو داخل على قدم سكري? ولا الموضوع? لان فيه ناس تتقولك اه انا صحيتك كويس اه. هو للأسف الشديد طبعا يعني كلمة قدم سكري كثير من الناس بيجهلها. حتى الاطباء نفسها. الطبيب النهاردة طبيب البطنة وطبيب اللي بيعالج السكر وطبيب الغدد. والمرضة اللي بتتعامل معهم. هموا كله ان السكر عالي او السكر واطي. لكن تعال انت هنا كلمة قدم سكري. يعني انا مبارح اه كان عندي في الايادة اه واحدة ستة كان عندها رجلها دي سخنة ادي كده ومولع وجايا لي من عند الدكتور واي درجة حياتها واحد واربعين. سكرها خمسمية واخمسمية تمانية وتمانين. وكل دون وسبحان الله. والدكتور عاوز دخلها يقول لها اعمل لي الجراحة وده 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 وده. فطبعا للأسف الشديد هتعمل لها جراحة ازاي? وفي الزيتة الجامدة دي. قدم سكري دي معناها اني مفيش فيه احساس مفيش احساس وفيه تنميل في الرجلين. اول ما بيه هم السلاسي دول اللي هو عدم وصول الدم. عدم وصول الدم للرجلين وفي نفس الوقت العدم الاحساس والتهابات العظم ده بيؤدي في النهاية الى قدم سكري. بيبتدي المريض اول حاجة الصابع ما بيحسش به. بطر عامر استاذ بس قبل ما نخش في الديتيلز والتفاصيل يعني. احب بنوه السادة المشاهدين ان احنا سؤال الحلقة او سؤال السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. هل تعاني من مشاكل قدم سكري لو اي حد او اي مريض او اي حد يعرف مثلا حد من قريب او من معرفه بيعاني من هذا المرض او عنده مشاكل او بدايات قدم سكري. اه في ارقام هتزرع الشاشة دلوقتي. هنرحب جدا بتساؤلاتكم ونجاوب عليها ان شاء الله مع دكتور عامر وحن موجودين بازن الله. طبعا انا برضو بضم صوتي لصوت اه الدكتور علي السنوسي. اه لو في اي مريض غير قادر على اه تلقي العلاج في اي مكان. احنا عندنا استعداد نتلقى خمس حالات شهريا مجانية لوجه الله عن طريق قناة الصحة والجمال. موجودين? احنا جزي خيرا دكتور. احنا جزي خيرا. الله يخليه. نكمل الموضوع بتاعنا اللي هو القدم السكري. قدم السكري معناها انه مفيش الاحساس لو افتكرته اول سطرة انا قلته في الحلقة انه هو مريض السكر بيحط رجليه عند الدفاية فبيتحرق. ايه اللي بيخليه يتحرق? الرجل العادي او ستة العادية بيحط رجليه عند الدفاية من مجرد بيشعر بالدفء وبيشعر بالسخنية بيبتدي يرجع رجليه على طول لورا وبيبتدي بعد كده اه اه يبعد رجليه وبيدفيها بالشراب وكده ويغطيها. اما اللي هو بتاع القدم السكري دوت بيفضل حطيتها عرضة مستمر بتلاقي السخنية دي بتشوي رجليه خالص بتلاقي محروقة الصوابع والجلد وبتفأفة وبتعملين المشاكل اللي احنا بنشوفها ديا. طب. عدم الاحساس طبعا? انا اه احنا عايزين بس نترجم ونبسط الفكرة لاستاذ مشاهدين. يعني بداية او اول العرض او اه اه ساينز كده في في اه اه في 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 اه ان المواطن او الانسان العادي او مريض السكر العادي يبتدي يبقى فيه عدم احساس بشكل جيد. فيه ما يصل الى درجة ان هو لبس شراب. يعني مجرد نيبدأ مع التنميل في الاصابع. اه. اه. يمكن هيتطور الموضوع ويصل لمرحلة القدم السكرة. القدم السكرة. اه. اه. طبعا الخلايا العصبية الترافية ديا والاوعية دموية الترافية ديا بتبتدي. الاوعية دموية الترافية بتبتدي تدريجيا تديك 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 الى ان بيحصل فيه او بتقفل تماما. اه. ده بالنسبة للأوعية دموية. ايه الاعصاب الترافية بتبتدي برضو تتاكل سنة 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 لدرجة ان انت ممكن تقعد تقطع في رجل مريض السكر دان هو مش حاسس بأي حاجة خالص. وده نتيجة تاكل الاعصاب الترافية. فيه النقطة بس عايزة اقولها لكم وحطوها كده في الزاكرة. اه. زي ما فيه عندنا قدم سكري. فيه ذراع سكري. فيه كف سكري. فيه انين سكري. فيه كرية سكري. فيه مصارين سكري. فيه اسنان سكري. كل ده وفيه اسنان سكري. كل الحاجات دي كلها بتنشأ اساسا من ارتفاع السكر ومن تآكل الخلايا العصبية الترافية اللي موجودة. مرضي السكر ايه معزم مرضي السكر انت بتلاقي عندهم امسك شديد. سببه ايه? سببه ان المصارين نفسها فقدت الاحساس بامتلاء البطن. فيقعد يملى البطن يملى البطن لحد البطن ما تبقى عيل وكده بيبتدي بقى ايه? بيشتغل بالجاذبية الارضية او بقوة الدفع. يبتدي اول ما يحس بالامتالة يخش الحمام يروح للدكتور في الصيدلية انا عايز حاجة او يروح للعطار انا عايز حاجة تفرغ لبطن شوية. بالتالي بيبتدي. تدريجيا مع استخدام الملاينات الكتير دي الخاطئة والغلط الديني بقولها هوا اللي بيحصل فيه عملية شلل في الامعاء بنسميه باراليتيك اليس. باراليتيك اليس ده الامعاء عندنا بتتحول انا كان نفسي اجيب لكم الدياجرام الرسومات والاشكال في مرة تاني اجيبها لكم اذن الله تشوفوها. ان شاء الله. بتلاقي المصارين دي فقدت الاحساس بتاعها فبتلاقي بتشتغل كأنها سفون تشد الفلة يقوم ينزل المية وهكذا. فزي ما زي ما بنقول ان فيه قدم سكري فيه كليا سكرية فيه مصارين سكري. فيه فيه اللي هو المسانة السكرية الستة او راجل اه ودي بينلاقيها في الستات اكتر بتقول انا عندي ثلاث بولي وتقعد تجري من هنا الهنا 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 ليه لان المسانة عندها فقدت الاحساس ان هي بالامتلاء. تقول لك انا ببقى قاعدة بضحك او وكح في اي مكان المية بتنزل مني وتروح مغراءة الدنيا وببقى محرجة وا 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 والاخره. عشان كده احنا بنقول اه الوقاية خيره من العلاج. ودايما انا بقول كلمة مهمة جدا قوي ان مرض السكر هو علاج وقائي وليس علاجي. ما استناش اه النهاردة اه معظم مرض السكر عمره ما يفكر يروح للدكتور الا اذا كان فيه مشكلة. لكن مفيش مشكلة اهو عمل يكرر في العلاج وخلاص. يعني من الكلام حركة نقدر نستنتج ان السكر بيأثر على اعصاب جسم كلها. اه اعصابي. من شعر الراس الى ضعف الرجل. طيب. دلوقتي المريض مثلا مريض السكر اكتشف ان او لاحظ ان ابتدى يصل عنده تنميل في اطراف الاصابع. اللي هي اول درجة في بداية القدم السكري يعتبر يعني. ايه. تمام. وهو مش يعني مش مش مهمل في يعني مش مهد الكل في التغزية بيعمل رياضة كويس. ماشيع على التعليمات اللي هو الدكتور الغدد. اه. نصحوا بيها. ايه ممكن يبقى اول خطوة يعملها يعني يعني ايه يعني مشكلة. san ايه المشكلة? لمشكلة في تنميل. ايه الخطوة اللي ممكن يعملها بعد كده او ايه الحاجة اللي ممكن يضيفها. يعني يروح يروح للدكتور السكر مثلا. ولا يروح لدكتور اواعادة مهوية. ولا يروح لدكتور تغزية. يلجأ لمين في اول او الحاجة هي يروح لدكتور الاوعاد نموية لان انا انا شاهدت حاجة غريبة اوي اي مريض رجليب توجعه اي مريض رجليب توجعه سمعيني طبعا بيروح لدكتور العظم ودكتور العظم ربنا يديره الصحة والعافية يعني لو هو ابن حلال هيقوله روح لدكتور متخصص ويرجع له الكاشف او يا معنا استاذ عزت السلام عليكم ايوانا معاك او الفضل يا ايوانا الواEn طبعا حاجة جميلة جدا حاجة حديثة طبعا مؤسرة اوي 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 في عالم القدم السكري ها يا سيد عزة فيه سؤال تانين شكرا يا سيد عزة شكرا من اتصال حضرتك ها سيد عزة ها سبقنا شوية عنوان الحالة على قدم السكري وعلاج الأزون او ضر الأزون في علاج القدم السكري احنا بنمهدي الاول يعني ايه قدم سكري او خطوة عشان نتعرف ايه المشكلة وبعدين نخش على علاجه ان شاء الله فطبعا لابد ان هو يقول له روح لدكتور الأوعية الدموية الدكتور بقى قلبه أوعية دموية جراحة أوعية دموية جراحة أوعية دموية ديه عشان يقسلوا الضغط والنبض بتاعتها رجلين شكلها ايه يشوف الدورة الدموية الطرفية في الرجلين اخبارها ايه ماشي انا رسالة الدكتوراه بتاعتي بقالها بتاعي يجي 13-14 سنة اه 16 سنة كانت في سنة 2000 انا تناولت في البحث بتاعي 100 طبيب 100 مريض والمية مريض دول اه تعملت معه الدورة النهائية لتكسير السكر في المراحل النهائية بتاعته الى حاجة اسمها البولايول سايكل البولايول سايكل البولايول سايكل دي دورة بتا دورة اللي هو تجميع اللاكتك اسد والسكر نفسه حوالين الغلاف نفسه بتاع العصب بيعمل له عملية كأن واحد الصابع بتاعي دوا ليه غلاف زي بالضبط زي اللي هو الكوز الدورة انت بتلاقي الفصوص بتاعته وبعد كده بتلاقي القلحة وبتلاقي الغلاف الخارجي الغلاف الخارجي دوا هو ده البولايول سايكل اللي هو بيغلف لنا انت عشان خطر تحس بقى القلحة الداخلية دي عشان تحس لازم تختارب تختارب سأبت الفون تامين معنا استاذ عيمان فضل فضلي سلام عليكم عليكم السلام عليكم لو سمحت ممكن اكلم الدكتور فضلي يا دكتور عناية لو سمحت يا دكتور ايو انا عايزة رقم حضرتك عشان اه اجيلك لان انا الاطراف عندي فايزة خالص لو سماع ماشي بص حضرتك بعد الحلقة ان شاء الله هرجع للكنترول من الكنترول من الكنترول بإذن الله تحدي التلفون ان شاء الله وبرضو هتلاقي لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي كل حلقات التلفزيون موجودة وعلى الفيسبوك هتكتب بس دي ار عامر نصر دي اول حلقة دي اول حلقة من الخمس حلقت اه دي اول حلقة من الخمس حلقت انا استاذ عزت يعني ده يعني ده يعني انا حبيت برضو ان كنت عايزة حب اناوه لحضراتكم في بداية الحلقة ان انا مستتيف دكتور عامر بما انه استاذنا في الجراحة وبرحة الهوعية الدموية وبما ان الالاج بالأزون ده ده خصص العبد لله يعني فانا كنت حابب ان انا يعني اولم بالموضوع من جانبه الجراحي السبب المرض طرق التشخيص طرق المكافحة طريقة التعامل معها احنا هنكمل طبعا مع دكتور عامر دلوقتي في التفاصيل بس انا قبل ما انسى احبب ان انا اجاوب على سؤال استاذ عزت ايه هو الأزون وايه دوره في علاج القدم السكري انا هقول نفذة بسيطة بس عشان ما اوطلش على حضراتكم الأزون هو غاز الأزون لو طبقة الطبقة العليا في السماء او في الهواء ده بيبقى غاز أسري رمزه كيميائي أسري عبارة او بيسموه بشكل آخر الاكسوجين الناشط هو جزء اكسوجين سلاسي الزرات الازون ليه استخدامات كتير واستعمالات كتير في الطب وفي الصناعة بس الازون الطبي ليه اشكال كتيرة وليه امراض كتيرة بيتعامل معها من اهمها الامراض او بنسبة مثلا 99% او 100% النتاج بتاعته بتبقى ايجابية في الامراض اللي لديها علاقة بقصور الدورة الدموية وزي ما استاذنا الدكتور عامر قال ان الماضاء كله بيبقى قصور في الدورة الدموية الدم مش واصل الاطراف كويس فالازون بالتالي بيعالج هذه الامراض او الامراض اللي بتعتمد اللي بتعتمد على القصور الدورة الدموية بشكل ممتاز وقوي جدا بدون ان اوطيل عن حضراتكم برضو هو بيبقى فيه جلسات بتعمل موضوعيا دي بتبقى قاتلة للبكتيريا بحيث ان هي تعاقم الجرح او تنظف الجرح وفيه جلسات بتعمل عن طريق الدم دي بتؤدي ان هي بتنشط الدورة الدموية وتحسين وصول الدم للجرح وبالتالي ده بيساعد على التام الجرح وان الجرح بمعاقم ومضيف ازاي ده بيتم وازاي بيحصل وطرق بتاعته وانواع الجلسات ده ان شاء الله بإذن الله هتناولوا انا هتناولوا مع حضراتكم في حلقات قادمة بإذن الله بداية من يوم الجمعة البعد القادم بإذن الله هيبقى معنا الدكتور السيد دكتور طاري الطنبولي ده برضو استشاري العلاج بالطب التفنيل والأزون هنشرح لحضراتكم طرق مكافة او علاج القدم السكري بالأزون اللي هو الغاز الاكسوجين الناشط وهيبقى فيه التفاصيل بتساعتها احنا طبعا وقت الحلقة داية النهاردة مش هنعرفنا استفيد في الكلام فبإذن الله تابعونا في الحاليات القادمة ان شاء الله هيبقى يوم جمعة بعد القادم الساعة 6 وهنبقى ساعتها هننكلم بالتفصيل اكتر لان المضاء محتاج وقت او ساعة من كده او وقت اكبر من كده دكتور عامر عايزين نسأل حالك برضو اخر سؤال دلوقتي المريض هيروح الدكتور او استشاري الاوعية دمائية هو هيديله بقى او هيفيده ويعمل ايه او يتعمل معلم موضوع زي هيشيج بقى هل في شرايين عندنا مسدودة لان لو في شرايين مسدودة واخد العلاج يعني اللي في الدنيا كلها نو افكت مفيش اي تأثير خالص فلابد ان احنا نشوف احنا بنعالج المرض الاساسي يعني بنعالج مرض وليس عرض وطبعا ومن ضمن اهم طريقة ليه الوقاية من حدوث القدم السكري ان احنا في الشتر اللي احنا فيه دون كل مرض السكر لابد ياخده قرص اسبرين اطفال القرص الغلباني الضعيف دون اللي بيتمص او بيتبلع ناخده دي نمرة واحد نمرة اتنين نشرب مياه كتير عشان خطر ان يزيد كمية الايه السوال اللي في الجسم ايه تقوم تدور لان احنا عندنا مشكلة مريض السكر في الصيف الصيام ما بنحبش نخليصه علشان خطر ايه بيحصل فيه جفاف الشتا نفس الحكاية فلابد ان احنا نتجنبه دكتور عامر احنا طبعا الموضوع كبير جدا واحتاج حلقات ان احنا نفرض له حلقات الواحدة بإذن الله بس مع ذلك من دقيق الوقت مشانا نستفيد اكتر في الامر ده احنا بنشكر حدوث جدا من وجودك معنا النهاردة وعلى وعد بلقاءات قادمة بإذن الله ان شاء الله بإذن الله عزيزي سيدة مشاهدين زي ما نوهنا حضراتكم من تلفونات موجودة بإذن الله دكتور عامر عنده السادات لسابل خمس حالات شهريا من مرض القدم السكري بدون مقابل احنا ان شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية هنتكلم بشكل اوسع عن مضاعفات مرض البول السكري او ما هو معروف بمرض السكر هنتكلم برضه بشكل اوسع عن طرق مكافحة القدم السكري وده طبعا زي ما نوهنا في بداية الحلقة مضاب يموس كتير من الناس انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة هيبقى فيه كلام اكتر وفيه شرح اكتر ساعدنا بوجودكم معانا ان شاء الله ونرجو ان نكون أسعدناكم على وعد بلقاء في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة